السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته جديد فيديوهات عن محاية الأرض كيزاقول اللي كنتابعوا في الدراسة العمي المناعة ونصل الآن إلى دراسة تعاون الخلوي اللي كنت نشرنا له في نهاية الفيديو السابقة في دراسة تعاون الخلوي نقصح عليكم المحاور التالية المحور الأولى نشوف الكشف عن تعاون الخلوي بمعنى أن هناك فعلا ما نسمي تعاون خلوي ثم ما هو موقع هذا التعاون الخلوي أو العضو أو الأعضاء اللي يتم داخلها هالتعاون الخلوي ثم في نهاية نعطيه آلية التعاون الخلوي في فيديو مقبلة نحن نبدأ بالكشف عن التعاون الخلوي ما الذي يدل على أن الجسم فيه ما نسميه التعاون الخلوي بين عناصر الاستجابة المناعتية فنأخذ تجربة أولا لتجربة موزي موزي قد يأخذ فأر و سوف يأخذ منهم اللنفاويات لأننا دائما الحجم هو الذي يدل على نوعها ثم عندنا البلعميات الكبيرة للشكل الخلية يدل على أنها فعلا بلعميات كبيرة سوف يأخذ مجموعة الخلية و يضعها في وسط العلبة بيتري و ذلك في درجة حرى 37 درجة يمكن من إبقائها حية ثم من إحداث تفاعلات من بينها أو على الأقل تكاتورها لأن 37 درجة هي درجة حرى ملائمة للتكاتور ثم عندنا البعض سوف يأخذ جوجة الانالب الاختبار و سوف يحاول أن يوزع هذه المجموعة الخلية إلى مجموعتين المجموعة الأولى سوف يضعها في الأنبوب الأول الذي فيه جميع اللمفاويات و المجموعة الثانية سوف يوضع فيها فقط البلعميات الكبيرة ماذا سوف يدل على هذه المجموعة؟ سوف يختار ثلاث أوساط للتجربة و في هذه الأوساط سوف يوضع كريات حمراء للخروف سيضيف إليها هذه المكونات التي لدينا في الأنبوبين على حسب اختياره فسيختار بالنسبة لهذا الوساط الأول أن يضيف إليه فقط البلعميات الكبيرة الوساط الموجود في الوساط سوف يضيف له اللمفاويات و البلعميات معا و الوساط الأخير سوف يضيف لي فقط اللمفاويات فبعد مرور مدة الزمن سوف يلاحظ بأن الوساط الثاني هو الوساط الوحيد الذي سيحدث داخله تفاعل لغيرتنا النتيجة بينما الأوساط الأخرى فلا تظهر فيها أي نتيجة شنين النتيجة وهي فقط انحلال الكريات الحمراء للخروف لماذا كان هناك انحلال الكريات الحمراء للخروف أو على ماذا يدل هذا الانحلال هذا يدل على أنه كان لدينا استجابة مناعتية حدثت داخل على الوساط أدت إلى القضاء على هذه الكريات الحمراء للخروف لماذا تم القضاء عليها؟ لأنها مولدات مضاد نحن لدينا اللمفاويات خذناها من جزء الفأر بينما الكريات الحمراء فهي خذناها من خروف وبالتالي فالخلايا المناعتية التي خذناها من الفأر تعتبرها مولدات مضاد وتقوم بمحاربتها إذا أردنا الآن نحدد نوع هذه الاستجابة المناعتية هل هي نوعية أو غير نوعية ثم ما الذي أدى إلى إحداثها وما هي العناصر اللازمة لإحداثها إذا أخذنا البلعاميات الكبيرة ودرناها مع الكريات الحمراء ما عندناش تأثير لها البلعاميات الكبيرة اللي لو كان عندنا تأثير يمكن أن نشك بأن الاستجابة المناعتية غير نوعية ثم عندنا بإضافة لنفاويات إلى أحد هذين الواسطين حدث استجابة مناعت هنا هذا يدل على أن هذه اللنفاويات هي المتدخلة بالإضافة إلى البلعاميات ما الذي يدل على أن اللنفاويات تحتاج إلى البلعاميات وهي أن هذه اللنفاويات لضفنا بحدها إلى هذا الواسط فلا تعطي أي نتيجة ولا يحدث أي إنحلال إذا تساؤل لعدنا لماذا حدث الإنحلال فقط في هذا الواسط الثاني والذي نسميه هذا المنطقة الإنحلال بباحة الإنحلال بما أن هذه الاستجابة المناعتية قد طلب دخول اللنفاويات فإنها استجابة نوعية لأننا قعدنا سؤال هل هي خلوية أو خلطية نظركم كيف يمكن أن نؤكد هل هي خلوية أو خلطية فقد الرجع إلى العناصر التي تم القضاء عليها العناصر التي تم القضاء عليها هي عبارة عن خلايا غير منوهات وهي كورية الحمراء ولا تعرض سائماش بل تعرض عوضه محددات مستدادة خاصة بها تخضعه لنظام ABO اللي هو النظام الدموي أو نظام الفصائل الدموية فبالتالي ما عندناش هنا خلايا ذاتية معفنة بشأننا نقولوا بأنه تدخلت اللنفاويات وتحولت إلى التي التي أدت إلى القضاء على الخلايا الذاتية المعفنة ما عندناش خلايا ذاتية معفنة عدنا مولدات مضاد مباشرة وتم القضاء على مولدات المضاد فقط هذا يعني بأنه الذي تدخل هو اللنفاويات التي أنتجت مضادات الأجسام والتي قضت على هذه الكورية الحمراء الخروف لها مولدات المضاد الموجودة في الوسط وبالتالي فهي استجابة مناعتية نوعية ذات وسيط خلقي لكن تدخل اللنفاويات بي موقع لنهنة معطاش تشي تأثير رغم تواجدها لأنها تحتاج إلى البلعميات كبيرة وبدون توفر البلعميات الكبيرة فلا يمكن أن تنتج اللنفاويات بي مضادات الأجسام التي تقضي على هذه المولدات المضاد إذن يمكن استنتاج بالتالي أن اللنفاويات بي تتعاون مع البلعميات الكبيرة لإحداث الاستجابة المناعة التي نتيجتها هي القضاء على مولد المضاد بفعل إنتاج مضادات الأجسام وهذا كعتنا مفهوم التعاون الخلوي الذي من الممكن أن يتم بشكل مباشر أو تماس مباشر بين الخلايا المناعاتية والبلعميات الكبيرة خاصة أو عبر وسائط كيميائية يمكن أن تمر من المفاوية إلى أخرى والتي سميناها الانترلوكينات وترجع الاستجابة الخلوية والاستجابة الخلطية لكي تفهموا لماذا يجب أن تتواجه البلعميات الكبيرة لأنها التي سوف تعرض المحددات المستضادية للمولد المضاد وبدونها لا يمكن تنشيط اللنفاويات تكاطخ وإذا لم يتم تنشيط اللنفاويات تكاطخ لا يمكن تنشيط اللنفاويات بي أرغم كون اللنفاويات بي قادرة على التعرف على مولد المضاد مباشرة وترتبط به ولكن لا يمكن أن تكون وظيفية أو يتم تكاطرها أو تفريقها إلا عندما تتلقى الأنترلوكينات من اللنفاويات الآن إذا كان هناك تعاون بين مجموعة من الخلايا المناعتية والركز على التماس المباشر بين الخلايا المناعتية الذي من الممكن أن يحدث بينها أو بتدخل وسائط المناعتية على شغل ركز على التماس المباشر لأنه إذا كان عندنا فقط تدخل الأنترلوكينات فيمكن أن تبقى الخلايا المناعتية في مواقع مختلفة وتصلها الأنترلوكينات أما إذا كان المفروض فالتعاون الخلاوي أن يتم في بعض مراحله بتماس المباشر هذا يفرض أننا يجب أن نبحث عن موقع وحيد للتعاون الخلاوي هذا الرجوع لكي نعرف هذا الموقع للتعاون الخلاوي لبنية الجهاز مناعتي وهو جهاز وهو مجزة أو مقسم إلى مجموعة من العناصر وهي رئيسية ومحيطية العناصر الرئيسية أو الأعضاء الرئيسية نرى النخاع العظم الأحمر وهو الغداء الساترية ما هو الضوء للنخاع العظم الأحمر أنه هو إنتاج جميع الكوريات الدموية بما فيها اللمفاويات B واللمفاويات T وأيضا النخاع العظم الأحمر سوف يتكلف بنضج اللمفاويات B التي نسميها الكفاية المناعتية بينما بالنسبة T فهو ينتج فقط هذه اللمفاويات T لخاصة دوزلنا للغدة الساعة تارية لكي تصبح ناضجة وكي تعطينا النوعين للمفاويات T للمفاويات T واللمفاويات T واللي يمشي ويدروا الوظيفة ديالهم ولكن قبل ما يدروا الوظيفة فإنهم جميع هذه اللمفاويات سواء تعلق الأمر باللمفاويات B أو اللمفاويات T الناضجة سوف تمر إلى موقع للتخزين وهذا الموقع للتخزين هو في حقيقة مجموعة من المواقع أهمها هذه العقد اللمفاوية إذن العقد اللمفاوية ستكون بالفعل هي موقع إنجاز التعاول الخلاوي لماذا؟ لأن كل شيء مخزون فيها مخزون في اللمفاويات B الناضجة مخزون في اللمفاوية T و T الناضجة وغير القوفة أيضا خلايا أخرى ولكن هذه الخلايا الأساسية والخلايا اللمفاوية مدام أن التخزين كان في العقد اللمفاوية إذن من الممكن جدا أن يكون أيضا التعاون الخلاوي على مستوى هذه العقدة اللمفاوية لغاية أكد هذا هو وجود قناتين أولا قناتنا التي هي موردة تورد أن تدخل مجموعة من الخلايا إلى داخل العقدة اللمفاوية ثم قنات مصدرة التي تخرج هذه الخلايا من داخل العقدة اللمفاوية في اتجاه مواقع أخرى وهي المناطق التي تواجد مولد مضاد أو تواجد الخلايا الذاتية المعفنة التي ستتم محاربتها من جهة أخرى لدينا داخل هذه العقدة اللمفاوية ثلاث مناطق منطقة أولى نسمى منطقة قشرية منطقة الثانية اللي بجوارها وفي تماث معها نسمى منطقة جار قشرية والمنطقة المركزية والأخيرة اللي هي قريبة من القناة المصدرة نسمىها بالمنطقة النخاعينية ميديولاخ أو مركزية وبالتالي فإذن المنطقة القشرية كلقة وغنية بالنفاوية بي منطقة جار قشرية كلقوا فيها سيب بي أبعا الخلايا العارضة المحدد المصدد دي واللمفاوياتي والمنطقة النخاعينية اللي هي قريبة من القناة المصدرة فكلقوا فيها أغلب العناصر ديال الاستجابة المناعة النوعية اللي هي البلعامية الكبيرة بلزاميات التكوى البي فهذه أكد بالتالي أن موقع إنجاز التعامل الخلوي هو على مستوى العقد اللنفاوية كيف سيتم هذا التعاون الخلوي فهذا سنرى في الفيديو المقبلة وفي انتظار ذلك كنتم أن تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء موسيقى